نعم بالفعل أبدأ بهذا الخبر العاجل مجهولون فلسطينيون الآن في مدينة تولكرمة تحديدا إلى الجنوب من المدينة يطلقون النار باتجاه حاجز إجبارة وصيارات إسعاف إسرائيلية تهرع للمكان إذن في تطور خطير في طبيعة الاشتباكات في الضفة الغربية بعد جمعة ساخنة للغاية في كافة مناطق شمال الضفة الغربية مجهولون يطلقون النار صوب حاجز إجبارة إلى الجنوب من مدينة تولكرمة جيش الاحتلال أعلن وقف الحركة على الحاجز في هذه اللحظات وبانتظار تأكيدات ما طبيعة الحدث خلال الدقائق القادمة قبل قليل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بارتقاء شهيد آخر في ضاحية شويك إلى الشمال من مدينة تولكرمة وبذلك ارتفع عدد شهداء الضفة الغربية هذا اليوم إلى 11 شهيدا بعد أن ودعت مدينة نابلس لهذا اليوم أربعة شهداء تولكرم شهيد وشهيدان في سلفيت وآخر في جنين وهناك شهيد في الخليل وشهيد في أريحة وكذلك أيضا شهيد في رمالة تحديدا في سلواد إشارات ميدانية تفيد مع ساعات الليل هدأت تقريبا كافة نقاط المواجهة حتى تلك التي نقف على بعد مسافة منها في حاجز حوارة هدأت بصورة كبيرة تقلص عدد الشبان مع استمرار قمع جيش الاحتلال الإسرائيل للشبان وقبل قليل قطع الطيار الكهربائي من مصدر مجهول على طول هذا الشارع وخشية وجود قوات خاصة أو مستعربين لتنفيذ عملية اعتقال انسحب عشرات الشبان من الموقع إلى الشمال من مدينة نابلس هناك اعتداء للمستوطنين على الأطراف الجنوبية لبلدة سباستيا واندلاع للمواجهات في المكان كذلك ايضا في جنين لهذا اليوم حركة فتح في موقف متقدم بمشاركة مسلحي كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح القوبيانا في وسط مدينة جنين بمشاركة العشرات من مسلحي كتائب شهداء الأقصى دعوا إلى النفير العام وإلى تكثيف الاشتباك على جنود الاحتلال والمستوطنين على الطرق الخارجية ومن خلال البيان الذي ألقاه إقليم حركة فتح ومسلحين حركة فتح دعوا الأجهزة الأمنية لمساندة الهبة الشعبية في الضفة الغربية أسمعكم حازم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر